يتكلم ايضا في النقطة اللي بعدها يقول. تعلقنا الملائكة عند ابواب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله فلا نستطيع دخولها. والاخوان شو معناها? معناه البيت نفسه. انت انت كانسان انت تتوضى. ترى شو ما انت تتوضى? ما هو الوضوء? في فرق اخواني المناسبة هناك فرق ما بين الوضوء وما بين الوضوء. الوضوء بالو بالضام الوضوء هو الماء التي تتوضى به. واما الوضوء هو الفعل. وضاء هو الفعل. ويعني الضياء. الوضوء من الضياء. يعني انت توضيء. عندما تتوضى بالوضوء انت توضيء. بضوء يرى الملائكة وترى الجان ولكن الوحيد الذي لا يرى مين هو الانسان. فلنحن لا نرى انفسنا. الا انه الملائكة من السماء ترى اصحاب الوضوء كالنجوم على الارض. من ايش? من وضوها. عشان ايكذا علمنا الرسول صلى الله اسلام. ان الوضوء شطر الايمان. لانه شو بيسوين? يحفظ من الشياطين. وكيف انت تتوضى? قد توضيء. يعني تجعل بيتك وضوء. بضياء بايش? بذكر الله. وبتلاوة القرآن. فان انت اكثرت من ذكر الله وتلاوة القرآن انت تضيء هذا البيت. وفي هذه الحالة البيت الوضوء تعلق الملائكة الشياطين على ابوابه ولا تستطيع دخولك. ايضا اخواني نقطة تكلم فيها يقول فعل الخير يؤثر علينا ويضحرنا. يعني انت لما تقوم باي عمل خير. شو بيسوي سبحانه وتعالى? يحصدك بهذا العمل. ولا تنسى انه هذا العمل يعني اصبح اليك وسيأتي معك يوم القيام. وسيقف لك حتى يظلك. يوم لا ظل الا الله. الا ظل الله سبحانه وتعالى. شنكد اعمالك اخواني اي عمل خير انت بتسويه اصبح جزء منك. واصبح اليك وسيأتي معك يوم القيام. فاكثروا من اعمال الخير. هذه ستمنع عنكم الشياطين. ونعلم اخواني من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوا مرضاكم بالصدقة. الصدقات يعني ايضا من اعمال الخير. وهي تمنع. ولا ننسى اخواني. انه معظم امراضنا من فين? من الشياطين. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شو بقول? اكثر من يموت من امتي بالعين. يعني عيون. والعين. لا تكون فقط من الانسان. تكون ايضا من الشيطان. نظرة الانسان بنسميها العين. ونظرة الشيطان شو بنسميها النظرة. النظرة. يعني في عندك العين. في عندك النظرة. سواء من الانس او الجن. وكلاهما شو بيسوهم? يصيبوا هذا الانسان. ونذكر انه يعني في ناس وللأسف يعني بتقول لك لا هذا الكلام فاضي. انه نتكلم باحاديث صحيح عن الرسول صلى الله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام. ان العين حق. ويقول عليه الصلاة والسلام. ان العين لتدخل الرجل القبر. وتدخل الجمل على القدر. يقول عليه الصلاة والسلام. اه ان العين لتستنزل الحالق. شو يعني الحالق? يعني الطير المحلق في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام. ان العين لتستنزل الرجل عن الحالق. شو يعني? الرجل الذي يتسلق الجبال. يكون واقف فوق الجمال. الجبل واحد من يبقى يقول اوه شو طلق وفوق شو مسوي. بدبه عن الجبل. عشان هيك للعين ما لها? حق. كيف احنا منحصن انفسنا من عيون الناس ومن عيون الشاطين? بالاعمال الصالحة وبالصدقة. ايضا يقول هذا اه الشخص اه هذا الشيطان لا نستطيع رؤيتكم. يعني الشاطين لا تستطيع رؤية الانسان. الوضع الطبيعي انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه انه احنا مش نشوفهمش. ولكن ايضا نحن نصبح مخفيين عن الشياطين في هاي الحالة. شو قولي? لا نستطيع ان نراكم اذا قلتم اللهم اني اعوذ بك من الخلفي والخبائي. يعني لما احنا بندخل في خبائي الخلاء. اذا دعونا بالدعاء اللي علمنا يرى الصلاة والسلام شو نصبح مخفيين عن عيون الشاطين. فلا يستطيعوا ان يؤثروا فينا. ونذكر انه بيت الخلاء بالاخص بيت شو بيكفل فيه الشياطين. يعني الشياطين اخواني اين تسكن بيوت الخلاء المقابر تحت العرض الجزر البعيدة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الخرابات المزابل البيوت المعتمة زي بيوت الصحرة التي فيها نجاس ورائحتها كريهة هات شمالها بيوت الشياطين. فبيت الخلاء هي بقرة آآ بقعة قد يسكنها الشيطان. حتى انك انت تمنع هذا الشيطان ان يؤذيك. او ان يوسوس لك في هذا البقعة. شو بدك تسويه? دعاء دخول الخلاء. اللهم اجرنا من شر الخبث والخبائي. او اللهم اني اعوذ بك من شر الخبث والخبائي. يقول ايضا نقطة اخرى. عند الفزع. او الخوف الشديد. اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستمنعنا من دخولية سديكة. طلعوا اخوان هذه النقطة مهمة جدا. ما انها شو بتسوي? تعلمنا حيلة من حيل الشياطين. جسم الانسان. جسم الانسان. جسمك شو ماله? عبارة عن حصن حصين. لا يستطيع الشيطان ان يدخله. لا يستطيع الشيطان ان يدخله. في عندك قرين واحد موجود داخل جسدك. شيطان واحد. موجود داخل جسدك شو منسميه? منسميه قرين. هذا الشيطان بقدر يقول جسدك ليه? لانه نصفه وتعالى اعطاء الاذن. عندما تولد يأتي وتختار الشياطين? اليك شيطان. محدد يكون رفيقك مدى حياتك. وفي المقابل في مقابل هذا القرين. الله سبحانه وتعالى شو اعطانا? اعطى كل انسان عشرة من الملائكة الحافظة. حتى ان شو بتكون كفة الخير مالها? افضل من كفة الشر داخلك. ففي انت نفسك في عندك قريب من الجان شو في عندك عشرة من الشياطين? هلأ الشياطين في بتحاول? بتحاول تعدل كفة الشر قتل من كفة الخير. كيف انها تدخل لجسدك? ولكن الشياطين ليس عندها بقدرة ما بتقدر. الا ان تسمح لها. اذا انت سمحت لها بتدخل. كيف انت بتسمح لها? طلعوا. ان انت توجهت لساحر. توجهت لساحر. انت تسمح للشيطان ان يدخل الجسد. اغطيت الاذن. ان انت دعوت لشيطان ان يأتيك وان يحضر. شو سويت? ان شاء الله سبحانه وتعالى بقول. واعوذ بك. ربي ان يحضرون. اذا انت دعيت وقلت له تعال بدي اياك. انت اعطيت الاذن انه شو يسوي? يدخل جسدك. وهو العياذ بالله. ان? طلب. النقطة التالتين. ان جاءك الشيطان. اذاك الشيطان. وخوفت. وانت خفت منه. شو معنى? اغطيت الاذن انه يدخل جسمك. والله سبحانه وتعالى شو بقول لك? ولا تخافوهم. وخافون. الاصل فيك انك انت ما تخاف من الشيطان. شو تخاف? يتخاف من الله عز وجل. اما اذا قال لك الشيطان والله راح اخد لك ولادك. ان ما فعلت كذا وكذا. راح اخسرك لجاتك. ان ما فعلت كذا وكذا. ان انت انصبت للشيطان. وفعلت ما يطلب منك. انت اذنت له ايش? ان يدخل جسد. وبهذا يصبح في عندنا حالة شو نسميها? الالتباس. يعني الشيطان دخل جسد هذا الانسان واصبحت الكفة شمالها. يعني ترتفع لصالح الشيطان. وقد تقع بالامر مرة اخرى واخرى واخرى. ويصبح داخل جسدك شيطان واتنين وثلاثة واربعة وخمسة. حتى تصبح كفة الشيطان اكثر من ايش? كفة الملائكة. وبهذا تصبح العوبة بيد الشيطان. فهي النقطة اخواني نقطة معناها حق ومعناها شرعي كما نعلم مما تعلمنا من الشرع انه ان انت فزعت او خفت وبالتالي انا اكمل عن النقطة اللي هو تكلمها ان انت فزعت وخفت وتصرفت بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى او فعلت ما يغضى بالله سبحانه وتعالى او نفت ما يأمرك به الشيطان شو اعطيت? سلمت مفتاح جسدك لهذا الشيطان حتى يلتبس هذا الجسد.